السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته تعبير عن شجرة الزيتون المباركة مقالة عن اهمية شجر الزيتون سواء كان اهمية اقصادية وبيئية وغذائية مقدمة وخاتمة مقدمة شجرة الزيتون هي شجرة مباركة ذكرت في كل الاديان السماوية وهي اشجار نباتية زيتية دائمة الخضرة ومفيدة جدا فما هي فوائدها او نقول فما هي اهميتها الاقصادية والبيئية والغذائية تمام دي مقدمة لمحة بسيطة عن الموضوع او تعريف ولكنه ليس دقيقا سؤال اشكالية ذكرت هنا سؤال او اشكالية في المقدمة اجابة السؤال هتكون موجودة في العرض السؤال الذين ضعفوا المقدمة يجب ان يكون موجود اجابته في العرض في العرض هنتكلم على اهمية شجرة الزيتون المقدمة اترك فراغ مسافة كلمة العرض ايضا اترك فراغ مسافة كلمة اترك فراغ مسافة واطيبها وتعطينا زيتا وخشبا وحتى اوراقها تمنح الشفاء للعديد من الامراض ففي شجرة الزيتون اصرار كثيرة اصرار كثيرة لا يمكن لاحد ان يدركها جميعا لانها من شجر الجنة ومن محاسن هذه الشجرة مباركة انها تجمع الاهل والجيران والاحباب في تقوس رائعة لقطف الزيتون حيث يعتبر قطف ثمار الزيتون موسما له في الموروث الشعبي الكثير من الحكايات والقصص الجميلة والذكريات فهي من اقدم الاشجار المعروفة وهي شجرة معمرة تعيش الاف السنين وتظل تعطي مهما طال بها العمر ليس اجمل من منظر ثمار الزيتون المعلقة على الشجرة ففي كل ثمرة خير وفير وتعتبر من اكثر الاشياء التي تطفي على الطعام لذة اضافية كما ان زيت الزيتون يعتبر من اجود انواع الزيوت واكثرها فائدة وهو خالم من الدهون مفيد للقلب والجسم كله علينا بالمحافظة على شجرة الزيتون ورعايتها وهو خال من الدهون مفيد للقلب والجسم كله علينا بالمحافظة على شجرة الزيتون ورعايتها خاتمة اترك هنا فراغ مسافة كلمة في الخاتمة كل فقرة جديدة نترك فراغ واخيرا هنا نصيحة او الالحاح في النصيحة هنا نصحنا في الجزء الاخير من العرض او صلب الموضوع نصحنا علينا بالمحافظة على شجرة الزيتون ورعايتها والخاتمة ايضا الالحاح في النصيحة واخيرا ينبغي جميعا او جميعنا او ينبغي علينا ان نكثر من زراعة شجرة الزيتون ولا نقتلعها من جذورها فنحن بحاجة الى خيراتها وثمارها ويقول الله عز وجل الشاهد اي قرآنية بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور السنين صدق الله العظيم كده انهايت الموضوع تعبير عن شجرة الزيتون تذكرت اهميتها وفائدها عند كل فقرة جيدة اترك فراغ او مسافة كلمة التزموا بعرمات الترقيم الفاصلات بين الجمل والاخرى فاصلة والنقطة وغيرها من علامات الترقيم كمان عند القول قول الله عز وجل نضع النقطتين عندي الشاهد اي قرآنية او بيت شارك او مقولة او حكمة نضع المززوجين في البداية نفتحه ونغلقه في النعاي التعبير يبدأ ببيض ينتهي بنقطة مقدمة بتكون سطر او سطرين او ثلاثة لا اكثر مقدمة بتكون قصيرة نكتب كما نشاء في العرض العرض او سرب الموضوع بيكون اطول من المقدمة او اطول من الخاتمة والخاتمة ايضا بتكون قصيرة سطر او سطرين او ثلاثة مثل المقدمة اشكركم شكرا جزيلا لحضراتكم لا اعجبكم الفيديو لا تنسى نشبر لايك الاشتراك كومنت للقناة قناة تيوك قناة تيوك ليست قناة واحدة قناة تيوك متعددة قناة تيوك مخصصة للتعبير الانشاءات الوضايات الادماجية حلوث تلخيصات دروس اذاعات مدرسية تقارير رسائل ابحاث مدرسية لجميع مراحل جميع الصفوف ولمعظم الدول العربية اشكركم الى اللقاء